أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل به معالجة المياه Water Treatment وهذه الوحدة الخامسة نستمر في شرح محتويات هذه الوحدة هذا المقطع يتناول معالجة المياه بشكل عام Water Treatment وعرفنا أن هناك ثلاثة أنواع من المياه مياه البحر، مياه الصرف الصحي، والمياه العزبة أو ما تسمى Drinking Water تستخدم طرق كيميائية وفيزائية مختلفة لإزالة جميع أنواع الملوثات لإنتاج المياه العزبة إذن الطرق التي تستخدم طرق كيميائية وطرق فيزائية ولاحظنا أن هناك طرق أخرى تسمى طرق حيوية وهي الطرق التي تستخدم في مياه الصرف الصحي بإضافة بكتيريا خاصة للتخلص من المركبات العضوية وأخيرا تستخدم المياه الناتية مياه الصرف الصحي في الزراعة وتشمل هذه الطرق لإزالة المواد العالقة بالترسيب والتعييم الترشيح والفصل المواد العالقة إذن هناك نوع من المواد تكون عالقة ويتم التخلص منها إما عن طريق الترسيب وذلك بإضافة مواد كيميائية لترسيبها أو التعييم أو الترشيح الذي يمكن يتم عن طريق الرمل والفصل وذلك يتم فصلها الطريقة الرابعة المواد الزائبة هناك أيضا كيفية التخلص من مواد الزائبة المواد الزائبة يتم إزالتها بواسطة التبخير أو التجميد أو استخدام الأقشي والتناضح العكسي إذن المواد الزائبة يتم إزالتها بواسطة واحد التبخير اثنين التجميد أو استخدام الأقشية أربع أو التناضح العكسي وهنا تكون الطريقة الخامسة للتخلص من المواد الزائبة يتم فصل الأملاح الأملاح الموجودة في الماء بإمرار الأيونات خلال أقشية الفرز الكهربية وبطريقة التبادل الأيوني أو عن طريقة المزيبات المناسبة وذلك هنا إذن واحد الأقشية والتبادل الأيوني أو عن طريقة المزيبات المناسبة ثلاثة إذن هناك ثلاثة أنواع من المواد الموجودة كملوسات في المياه واحد المواد العالقة اثنين المواد الزائبة ثلاثة الأملاح ولكل نوع من الملوسات هناك طرق معين للتخلص من هذه الملوسات